حلقتنا بمتفرقات إخبار يارحين نبدوها من مدينة أورهان غازي وهي مدينة تركيا حيث استيقظ السكان المحليون في هذه المنطقة على مشهد لم يحتاجوا على رؤيته سوى في كتب وأفلام الخيال العلمي باخرة تتحرك فوق اليابسة إلى جانب السيارات وعربات النقل وعلى الطريق السريع متجه إلى مدينة إسطنبول وسط إجراءات أمنية ومرورية مكثفة ووفق ما ذكرت وكالة الأناظول فقد اضطر مالكو البخيرة آق شمس الدين إلى نقلها عبر الطرق البرية من مكانها في بحيرة زنزيك شمال غرب البلاد إلى خليج جامليك على بحر المرى نظرا لعدم وجود ممر ماء يربط بينهما وبسبب كذلك قلة الإقبال على استخدام البخيرة في هذه البحيرة أجبر مالكوها على القيام بهذه الرحلة البحرية التي أحيطت بمخاطر عديدة واستمرت عشر ساعات يلا نروح إلى خبر آخر في مقال لم يتعد ثلاثة مئة كلمة لكنه انتشر كالهاشيمي في النار على شبكة التواصل الاجتماعي بعدما وجه صاحبه بعض النصائح اللاذعة لنجمك المصري محمد صلاح وكتب صحف صلاح منتصر مقالا في صحيفة الأهرام المصرية صبيحة اليوم نصح في صلاح بعمل نيونك جديد وأن يحلق يحلق قول لحيته الكثيفة التي لا تتنسب مع سنه أو نجوميته ويرى منتصر أن لحيت وشعر صلاح الكثيفين تكد تضع عينه في سلة واحدة من المتطرفين الملتزمين اللي لم تضعوه مع الإرهابيين أو المتعاطفين معهم على حد تعبير الكاتب وصف هذا الكاتب مظهر صلاح قائلا تصريحة شعره الكثيف لم يبدو مهوشا ومنفوشا وكأن الحلاق لم يعرف طريقة شعره منذ سنوات وطلب منتصر من صلاح أن يقتدي بالرئيس السابق محمد حسني مبارك عندما طلب منه نفس الشيء طلب منه هذا الكاتب يوسف إدريس تغيير تصريحة شعره واستجب مبارك لطلبه لم يمر الكثير من الوقت حتى وجد هذا المقال انتشارا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بالتعليقات مستهجنة للمقال واحتباره تعديا على حرية صلاح الشخصية ولم تخلو كذلك التعليقات من بعض الطرف أيضا إذن بهذا الخبر عن محمد صلاح قول اللاعب المصري نختم متفارقتنا الإخبارية